مرض اعتلال الدماغ يصاب الكائن البشري فجأة بصعوبة التركيز وفقدانه وعدم القدرة على ضبط حركات الجسم وانبعاث رائحة كريهة من جسمه كرائحة العفن والخمول الدائم وبطء في ردات الفعل يتبعها الرأرأة والخرف وفقدان القدرة على البلع والكلام ويحدث ذلك عندما لا يستطيع الكبد إزالة السموم من الدم بشكل كافي مما يسبب تراكم السموم في مجرى الدم والذي بدوره قد يؤدي إلى تلف الدماغ وكذلك الأمر في بعض الأحيان إلى الموت وقد يكون التلف بسبب نقص الأكسجين وقد يكون ناجم عن تلف الكبد وحسب السبب يتم إطلاق تسمية الاعتلال والسبب في ذلك إما أن تكون عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية أو عند الإسراء في شرب الكحول أو عند خلل مستويات الكاليسيوم في الدم وعند نقص معدل مجموعة فيتامين بي كبير 12 بي 1 وكذلك الأمر نقص في المغنيسيوم وهنا نطلق على الاعتلال بسبب نقص الثيامين باعتلال بيرنيكا هنا يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبروتينات كالدجاج كلحم الأحمر كالبيض وكذلك الأمر السمك والتخفيف من البروتينات قدر الإمكان وفي حال كان لديك إمساك يجب أن تتناول لاكتولوز وهو نوع من أنواع السكر الذي لا يمتص يعني ناخذ 15 ميلي كل 12 ساعة أو 10 ميلي كل 8 ساعات حيث يقوم بتحميض القولون وتحويل الأمونيا إلى أمونيوم حيث لا ينتشر نحو الدم وبذلك يمنع تحول الدم لمستنقع للجرافيم والأوبئة والأمراض لأن الأمونيا إذا ارتفعت نسبتها في الدم يعني ذلك التهاب الدماغ والموت ولذلك عندما نقلل من البروتينات بشكل عام نقلل من الأمونيا العلاج النافع هنا هو النظام الغذائي الصحي الذي يتركز على الرياضة والنوم في الليل وعدم النوم في النهار وتجنب المشروبات الروحية بكل أنواعها والمشروبات الغازية والتخفيف من البروتينات قدر الإمكان أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم شكرا